مين قال انك علشان تكسب لازم تعمل سيكس فوتبول واداء جميل? مين قال انك عشان تكسب يكون عندك منظومة قويه? مين قال الكلام ده? في مدربين كتير مجتنعين بشغل تاني خالص. ان انت عملت منظومة كويسة جدا بلعيبة كتير سواء لعيب غاب او ما غابش فانا كده كده بيبقى عندي البديل اللي احتاطي بتاعهم. يمكن من اكثر المدربين اللي بيحبوا المدرسة دي جدا هو الساير واحد خلزوتش المدير الفني للمنتخب المغربي. واحد خلزوتش المدير الفني اللي ممكن يكون عنده صفاة انت نفسك ما تحبهاش فيك مدير فني. زي مسلا ان هو ما بيرحمش. اللاعب اللي بيغلط معاه ما بيتفاهمش. ما فيش حاجة اسمها بنتفاهمه وحاجة اسمها هنقعد والكلام ده. حكيم زياش ونصير مزراوي لما غلط وهو شاف ان هم غلطانين كل الناس حبت ان هي تتدخل واحد خلزوتش قلب. الموضوع انتهى. الموضوع انتهى. الموضوع تقفل. الكلام ده بيحط واحد خلزوتش في صدمات مع الجمهور لانه واحد خلزوتش لما بيحققش النتائج والجمهور هيالب عليه لان الراجل ما بيحبش الاداية الجميل. وما بيحبش كمان فكرة انه اكون عندي صبات في تشكيل. فلما بتلاقي انه واحد خلزوتش بلعب الله اربعة اربعة واحد وعنده صبات في خط الدفاع وفي ياسين بونو فانت تعرف ان واحد خلزوتش اهم حاجة بالنسباله المنظومة. شغل المنظومة. المنظومة الدفاعية. ليه? لانك لو دفعت كويس ممكن تكون مهرض انك تخطف مباراة فاي لحظة من لعظاتك. انما لو تعرفش الدافع فوقتها عمرك ما هتعرف تخطف مباراة. وحيك خلو زودش اتعلم من فكرة ان انا ما ينفعش غير كتير في منظومة الدفاعية. منظومة الدفاعية اكراد رومان سايس. الناحية اليمين هيكون فيها اشرف حكيمي. الناحية الشمال ادم مسينة. بدأ بيهم اول مباراتين. ويا رب يا رب ونبع رب ما يجيش غير بكرة قدام الجابون خط الدفاع وياسين جونه عشان شكل من بشوقتش. بس المشكلة في تشكلة المنتخب المغربي انك ما تعرفش اللعبة اللي يبدأ بيها بس طالب حاجة كويسة قوي. ان المنتخب المغربي كمنظومة فريق مميز. المنتخب المغربي ما بيقدمش هده كويس. بس المنتخب المغربي ما بيروحش عليه فرص كتير. يعني معنى كده ان المنتخب ده عنده توازن في الملعب. عنده نقاط كوة. وهي نقاط كوة فردية. لعيب ناحية اليمين زي اشرف حكيمي انطلاق واحدة بس ممكن يقدر يرفع واحدة لايوب الكعبي. وبنسبة ايوب الكعبي. لما تروح تسأل اي مدرب انت عندك ثلاث غيابات من اهم العناصر اللي جميلة عندك في الفرقة. واللي انت كنت بتعتمد على المنتخب اللي فاتت. ومش موجودين في اول مباراة اللي هي اصعب مباراة المنتخب المغربي. مباراة غانة. انت بتلعب من غير ايوب الكعبي. بتلعب من غير ريان مامي. واحد من اهم العناصر لجميلة الفترة اخيرة معاك. بتلعب من غير من غير يوسف النصيري. بتلعب من غير التلاتة دول. وبتعرف تطلع كسبان. المنتخب الغاني فعلها لا. تبقوا شوت قوت للمدير الفني راح تخليجتش. ليه? في عناصر. في منظومة. عندي منظومة. عندي عناصر. ما عنديش اداء جميل اه? بس بعرف اطلع بنتيجة. اداء الجميل مش مهم لو تلعت خسرات. المنتخب المغربي. الجمهور المغربي. عنده واقعين كويس او ان انا اعملت اداء كويس في بطولات كتيرة اوى. وخطبات لها خسرات. فالأداء الجايب بيعمل ايه? بيعمل ايه? بيعمل ايه حاجة. المهم ايه? النتيجة. لازم تعمل نتيجة. ليه? لان الناس هتفتكد نتيجة في الاخر. فهو حيت خارزوتش عنده الفكرة دي. هتقول لي لا اول رجل بيغير في الشكل لجوم كتير. اول المباراة بدأ ببخلال وتحتيه ابو فال وتحتيها عمران لوزا وسليم والمالح او سليم اعنى او سليمه خلاص يا عمي تعالى معناقضة تخنا على اسمه. والن حياة دي كان بادئ بلاعيف زي النهيري والم으면ش اللي فات غيره. الموسش اللي فات غيره النهيري ونزل مكانه طرق تزديوي. حطى مكانه طرق تزديوي. طرق تزديوي اللي في اول مباراة برضو كان مبدله مكانه النهيري. النتخب المغربي. تاني من اخبر دام جزء للقمر الناس كلها يستنين المنتخب المغرية يطلع كسبان خمسة او ستة او يعمل بس ده برضو ما كانش خيالك واحد فرزيتش. انا عايز اطلع كسبان. اطلع كسبان واحد. اطلع كسبان اثنين. المهم ان انا اطلع كسبان. ليه? لان النتيجة والاداء مش مهمين ليه? انا اهم حاجة راحت عليا كان فرصة خطيرة. مباراة غنى راحت فرصة خطيرة واحدة بس على مرمى. ياسين بونو وياسين بونو صدالها بتميز كبير جدا في التصوير بصراحة. يعني خط خطوتين سهلوا الكرة عليه جدا. الماتشو التاني بقى راحت عليا كان كرة دفاعية. ياسين بونو اختبر كم اختبار دفاعي? ماختبرش. يبقى انا نجحت ان انا اعمل نفسي ونجحت ان انا اسجل هدفين. الواقعية كان يجب ان تكوها. مورينيو كان بيقدم كرة جميلة? ما كانش بيقدم كرة جميلة. بس كان بيقدم نتائج. الناس بتحب النتائج. بس مورينيو كان كرته دفاعية. المنتخب المغربي كرته مش دفاعية ولا هجومية. رغم ان الفرقة اربعة واحد اربعة واحد. بس في الحالة الدفاعية بتلاقي الفرقة كلها رجعت. المنتخب المغربي بتحول لاربعة خمسة واحد. دربعة خمسة واحد منظومة دفاعية مميزة جدا. وبالذات لو عندك لعيبة بتعرف ترجع بسرعة. عمران وسليم عندهم الميزة دي. بيعرف يرجع بسرعة وبيعرف يرد بسرعة كمان ويعملها جماعة مرتدة بسرعة. بيعتمدوا على سرعات اطراف وسرعات بكات من تحتهم. فالمنتخب المغربي كمنظومة شكرا للي بناها بجد والله يعني. شكرا للي تسلم ايه للي بناء المنظومة دي. مهما كنت باخترف مواحد خلو زودش في التغارات الكتير اللي بيعملها. بس لما وصلنا البطولة دي. انت عرفت ان الراجل ده كان بيفكر فكرة معي يعني. فكرة ان لو غاب عندي ده اعمل ايه? لو مش موجودة عندي لعيب زي عمران لوز اعمل ايه? لو مش موجود عندي لعيب زي ايوب الكامل. اعمل ايه? هو كان بيحضر كل البدائل دي. انا كنت بقول ان رجل بيستخدم لعيبة كتير والراجل بيعمل وراجل بيساوه بس في الاخر هو اطلع صح. ودي حاجة تخليني ارفع له برضو الكبعة. ان انت مدير فني بتكون عندك مشروع طويلة الامر. ومشروع كالطويلة الامر ده بتبدأ تبان ملامحه. وملامح المنتخب المغربي بدأ اتبان في البطولة. ما بيقدم شكورة جميلة اه? بس ههمي الاول والاخير ده انا اطلع بالتائج. وبطولة دي مش محتاج ان انت تقدم فيها اداء جميل. انت محتاج تعمل النتائج. والمنتخل المغربي حتى الان بيعمل المطلوب منه. نتمنى ان هم بكرة ان شاء الله يقدر اعملوا مطلوب منهم وهم ان هم يطلعوا كسبانين مطشي الجابون. ونتمنى ان شاء الله بازن الله حيت خلو زيتش ما يقلبش ويغال اربعة واحد اربعة واحد اللي احنا عادين نتكلم عليه ها دي. احنا مش عادين نتكلم على اربعة واحد اربعة واحد. عشان ايمن باركوك برضو ايمن باركوك واحد من ايمن اللي عيبه عندي واحد خلو زيتش كان غاب المطلوب اللي فقته اه والله يعني. ايمن باركوك اجا لعب اول مطلوب ساميم ايه? لا ساميم ايه لعبه ديفندر وتاني مطلوب كارا ان هو ايه لعب مربط ديفندر. وكله شغالين. انا ما عنديش مشكلة بعد. اللي بيغيب عندي غيره. ودي حاجة بحباها جدا بصراحة اللي هو لعيب التفت علي? يلا يا باشا انا عندي غيره كتير. عدنا الدماغ دي. تكايف انا مرحة بصراحة. لا اعجبك الفيديو اه باللايك. لو ما اعجبكش الفيديو شايف ان هو زلم حاكم زياش فانا كنت ازاك من اللي شايفيني الكلام ده بس بصراحة بعد اللي بيقدموا الراجل. طيب شو محتاج زياش او محتاج مظروي. انتو محتاج تعمل النظام. لانك لما تعمل النظام وتعمل منظومة كلها هيحترم النظام والمنظومة. حتى لما سألوه زياش ونصير مجروي. قال لك انا بتاقل تشيرت منتخب المغربي. عايزين تتاقلو معي? ولا عايزين نقعد نتكلم عن اللعبة? اجابني جدا بالتصريح. حتى في التصريح بيعرف كنا الرجل ده. بصراح عايش جدا والله. عايش على افكار والله عمو حي.